رفع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب دعوة قضائية ضد شبكة سي بي أس واتهمها بالتلاعب المقابلة مع منافسة الديمقراطية كمال هاريس وبحسب الدعوة التي تم رفع مام محكمة في تيكساس بثت شبكة إجابتين مختلفتين من رد هاريس على سؤال يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غازة وتطالب الدعوة بمحاكمة مام هيئة محلفين وتعويضات بنحو 10 مليارات دولار اشتركوا في القناة